اشتركوا في القناة نناقش محور هذه الحلقة وتفاصيل هذه الحلقة مع ضيفي هنا العقيد وليد محمد اليوسفي رئيس شعبة الركابة والتفتيش بدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع سابقا ومدير المتاحف الحربية في اليمن حاليا سيادة العقيد في بدء الحديث أهلا ومرحبا بك معنا وشكرا لقبولك دعوة استضافتنا لا تشرفنا ولا نشرف بمقابلة جنوات محور المقاومة في هذا الأوضاع نعم شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ تفاصيل هذا اللقاء نبقى مع هذا التقرير لنعود بعده وكونوا بالقر عيوننا مفتوحة للرصد الدائم نراقب نرصد ونتحقق بهذه الكلمات دشنا قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في خطابه بالأمس خطوات جديدة ومتصاعدة في مسارح حرب اليمن على إسرائيل ومحولا بذلك كل مصالح إسرائيل في نطاق البحر الأحمر لمرمى أهداف مشروعة للقوات اليمنية وذلك في إطار دعم ونصرة وإسناد المقاومة في غزة ودعم فلسطين في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية ولعلم الجميع وليعرف الكل أن العدو الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر وبالذات من باب المندب على التهريب والتمويه ولم يجرأ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية على سفنه هي ساعات فقط عقب التهديدات ووعيد السيد الحوثي حتى استجابت القوات اليمنية على الفور معلنة أول عملية عسكرية ضد إسرائيل في عرض البحر الأحمر وغالكسي ليذر الغنيمة التي دشنت بها قوات صنعاء عملياتها وترجمت بها خطابات القائد حيث أعلن ناطق القوات اليمنية الاستيلاء على السفينة واقتيادها وطاقمها إلى السواحل اليمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة عملية استيلاء قوات صنعاء على السفينة الإسرائيلية تأتي كنتيجة متوقعة لحجم الحراك الشعبي اليمني المتصاعد يوما بعد آخر والذي لم يهدى أو تخف وطيرة خطواته منذ أول ساعات العدوان على غزة ما يؤكد حقيقة واحدة لا ريب فيها بأن قضية فلسطين بالنسبة لكل اليمنيين هي في مقدمة أولوياتهم ومحور كل همومهم وقضاياهم برغم كل ما يعيشونه مرحبا بكم مجددا سادتنا المشاهدين عدنا لكم مجددا بعد هذا التقرير الذي يناقش تفاصيل هذه الحلقة والتي سنناقشها برفقتكم وبرفق الضيفي هنا أرحبك مجددا سيادة العقيد وليد محمد اليوسفي مدير المتاحف الحربية باليمن سيد العزيز في بدء الحديث الإعلان عن الدخول في الحرب ضد الكائن الإسرائيلي كمرحلة أولى من قبلكم في اليمن تمثلت في صاروخيات وباليستيات ومسيرات وأكثر من عملية ضمن هذا السياق وادكم اليوم برأيكم أين وصلت فعالية تلك العمليات وهل حققت آثار ملموسة سواء على الأرض أو استراتيجيا من الناحية العسكرية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمدين وعلى آله فيما يخص معركة طبان الأقصى ومشاركة اليمن في هذه المعركة أولا مشاركة اليمن هي تعبر عن مصطاقية القيادة والشعب تجاه القضية الفلسطينية ومصطاقية ما يتعي به أنصار الله متمثلا بالقيادة في مناصرة القضية الفلسطينية ومظلومية الفلسطينية الشعب الفلسطيني وكونها القضية المركزية بالمسلمين والعرب خاصة وحتى منذ بدء ثورة الأنصار في 21 سبتمبر تتنادي بها تتنادي بها والأسف كان بعض يشكك في هذه القضية والمصطاقية القيادة في هذه القضية لكن بفضل الله الأوضاع أثبتت المصطاقية غولا وفعلا أصبحت شعاراتنا واقعا على الأرض أثبتت رجولة المواطن اليمني وعروبة المواطن اليمني وإسلام المواطن اليمني واستشعاره بالآلام التي تحدث في غزة نعم هذا الأثر لهذه العمليات اليوم في إسرائيل برأيك هل حقق ربما مستوى من الأثر الملموس خصوصا أنها كانت المرحلة الأولى كما تحدث بها ناطق القوات المسلحة اليمنية أكيد الأثر هو موجود ولا يمكن أن يعلنها العدو بشكل علني تحرجا في الأمام الملأ وأبلغ ما نستطيع أن نثبت فاعلية الضربات الصاروخية والأفأل التي حدثت في الإسرائيل اليوم الصباح الباكر أعلنت حركة حماس أعلان هدنة ما بينها والعدو الإسرائيلي نتيجة الضغوط الذي قامت بها القوات الإيمانية منذ المرحلة الأولى ننظر المرحلة الثانية حتى وإن أنكر العدو الإسرائيلي فعالية تلك العمليات تتحجمها اليوم الهدنة اليوم الهدنة هي تعكس نتاج هذا التأثير سواء كان بشكل كبير أو بشكل صغير يقول المثال العيار الذي لا يصب شدوش صحيح لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية وللأسف بعض الوسائل الإعلام التي تتبع الدول المطبعة مع الكيان والمتماشية مع مشروعه في احتلال فلسطين قالت أن معظم العمليات التي كانت ضمن المرحلة للقوات اليمنية لم تحقق أي أهداف حتى أنه كان يتم اعتراضها سواء من المملكة العربية السعودية أو من كيان الاحتلال حسب قول وتصريحات تلك القنوات والوسائل نقول مهما أنكر العدو مهما أنكر يعني وحاول الإنكار والإخفاء بمدى أو جور الضربات التي وصلت لا نخفي فعلا وصلت ضربات صاروخية استطاعت النفاذ إلى الأراضي المحتلة وفي منها ما أسقط يعني للأسف من جانب الجانب العربي المطبع مع إسرائيل ومنها ما أسقط وتم إعلانه من جانب القوات الأمريكية عبره في البحر الأحمر ولكن يكفينا فخرا أننا حاولنا بدأنا بالمحاولة والتحدي والوصول والوصول حتى أن الصواريخ والطائرة المسيرة نفذت وأثرت ولكن إن شاء الله أن الأيام حبلها ستظهر وقع التأثير المؤثر على العدو الإسرائيلي فيما بعد أن تتجلي الأمور في القريبة العاجلة إن شاء الله بإذن الله سيد العزيز ننتقل من محور العمليات في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية أو تصعيد التدخل اليمني وأيضا حربه مع كيان الاحتلال الإسرائيلي يتساءل العديد من المراقبين وأيضا وسائل الإعلام المتابعة لما يحدث اليوم في الشرق الأوسط ما سبب التحول السريع والانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية حتى في وقت أبكر مما كان يتوقعه المراقبون للشأن اليمني السبب أنه نحن في عملية تسارع كلما شد الأدو أو تسارع في عملياتها العسكرية يستدعي من الأمر المسارعة والضغط عليه وبسبب حجم الأهوال التي يلاقيها أخواننا الفلسطينيين من جرائم القتل لا رحمة لا في أطفال ولا في إنساء ولا في كبار السن دفعتكم للتسارع ألزمتنا أن نعجل في الخطوات لأجل الوصول إلى نتائج المطلوبة من هذا العملية أساسا بمعنى لو كانت ربما المرحلة الأولى قد رأيتم أثر ملموس ربما لم تكنوا لتحتاجوا أن تنتقلوا للمرحلة الثانية هي دفعة هي ردد فاع كلما شد الحصار على الأخواننا وزاد الضرب عليهم كلما استدعى مننا تعجيل العمليات للوصول إلى الضغط إلى تحقيق النتائج المطلوبة نعم يعني كلما تعظمت جرائمهم كلما زادكم اندفاع لتصعيد العملية سيد العزيز أول عملية دشنت بهذه المرحلة الثانية التي تفضلتم بالحديث عنها وأكفال البحر أمام إسرائيل بشكل كامل من خلال العملية التي سمع بها العالم الاستيلاء على السفينة غالاكسي ليدر والتي حسب وسائل إعلام الغرب هي مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي هل كنتم جاهزون استخباراتيا ومن ناحية القدرات لأن تقوموا بهذه العملية أم أن الأمر كان مجرد مجازفة والاندفاع الذي اضطررتم أن تقوموا به حتى وجدتم أنفسكم تقومون بهذه العملية ووفقت بالسداد كما رأيناها عبر التوثيق الذي تم أعتقد أنه قد تم التصريح من سابق عبر جاء السيد عبد الملكية للثورة أنه قال عيوننا مفتوحة للرصد فقد لوح بأن هناك رصد كما ذكرت وأيضا هدد هدد والتهديدات هي سابقة وورقة الباب المندب هي الورقة التي يخاف منها العدو من بداية المعركة أنه بقدار ما يشكل عليها باب المندب من ضغط أو خنك استراتيجي عليه فتعتبر ورقة رابحة ومجدية بكل المجايس العملية أزازا لم تبدأ لأنه في قدرات الفضل الله قدراتنا العسكرية في بعد ثورة 21 ستمبر تطورت بشكل ملحوظ للعلن واضحة سواء قدرات صاروخية قدرات طهران مزير قدرات التفاطع بشرية قدرات بحرية من الزوارق البحرية من الألغامة البحرية كل هذه القدرات التي كانت من المكان الجيش اليمني يمتلكها أو يستطيع التعامل معها أصبح الآن بقدرة كاملة على التعامل مع جميع الأخطار المحتملة في انطاق الإقليمي الخاص بالبحر اليمني وحتى جاهزة بالفعل يعني في حالة استنفار نستطيع جاهزة التكتيكات القتالية التي امتلكها المقاتل اليمني في هذه الفترة يعني أعتقد أني أذهلة العالم تخوله بأن يتحدى إسرائيل وأنتم أعلمين مطلعتم على مقدار الردود الفعل التي جاءت من العدو الإسرائيلي في قنواته ذكر أنه استخدم المقاتل اليمني تكتيكات عسكرية لم تكن في الحزبان بل أنهم وضعوها قالوا في سياق أنها تكون من ضمن الأفلام المعدة مسبقا من شدة الصدمة لم يتوقعوا أن يصل إلى المقاتل اليمني بالتطور القتالي هذه الدقة والحرفية في تنفيذ العملية صحيح سيدي العزيز هناك ربما التساؤل الأبرز الذي نتابعه خلال اليومين الماضية نعقب هذه العملية المبهرة والمفاجئة والتي كانت نوعية وغير مسبوقة التساؤل لماذا صنعاء لم تستهدف السفينة بشكل مباشر لماذا لم توقفها وتسمح لها بالعودة إلى حيث أتت ما هي الرسالة التي أرادت أن توصلها صنعاء من خلال خطفها أو كما صرح معذرة متحدث القوات اليمني الاستيلاء عليها واحتجازها ما هي الرسالة التي أرادت صنعاء قولها من الاحتجاز والاستيلاء على السفينة وليس قصفها صنعاء أننا في المنطقة لسنا قرصنا ولسنا متقرصنين في المنطقة هذا أولا أو ثانيا لا أحد يتقرصن في مياهها الإقليمية نعم يعني هذه مياه إقليمية بمجب القانون الدولي خاضعة للسيطرة اليمنية الكاملة وأي سفينة تدخل في المياه الإقليمية بدون علم الدولة لابد من معرفة مصاطرها اتجاهاتها تحركاتها أهدافها لمن هي إلى أين متجهة هذا حق طبيعي حق سيادي حق سيادي لأي دولة يعني ويكفلها القانون الدولي ويكفلها العرف والقانون كلها تكفل ما قمنا به ولكننا نعتدي على السفينة وهي في مياه إقليمية خارج الإقليم اليمنية أو في مياه دولية خارج الحدود اليمنية طالما وهي في المياه الإقليمية اليمنية يحق لنا الحق الكامل في التعامل معها سواء باكتهادها أو بإسحاب سحبها أو بالضغط على الجهة التي تابعة لها بحيث باعتبار أننا أصحاب سيادة وملوكين السيادة انتزعنا سيادتنا في 21 ستمبر لأسباب هذه التعديات التي تقوم بها أطول الاستكبار وبما أنكم مع عدى معلن مع إسرائيل وحالة حرب فذلك يضمن لكم تلك الخطوات بأن تكون قانونية وحق قانونة القورية وفرض للسيادة اليمنية وخرجنا من الوصاية التي لن يكون لأي دولة إن شاء الله من بعد من بعد 24 لم يكن لأي دولة ولن يكون لها أي سيادة أو وصاية على الشعب اليمني نعم ماضح سيد العزيز المياه الإقليمية اليمنية كما ذكرت هي حق مكفول بالسيادة اليمنية هل باقي السفن كما أعلن المتحدث الرسمي القوات المسلحة خارج نطاق هذا التهديد وهل لها حرية التحرك أتحدث عن أي دولة غير إسرائيل هل نستطيع القول بأن المياه الإقليمية اليمنية متاحة بالشكل المتعرف عليه دوليا لحركة نقل البضائع والحركة التجارية بشكل سلس وكأنه ليس هناك أي عمل بحري عسكري يمني إلا على السفن الإسرائيلية أكيد خطاب السيد سلام الله عليه كان واضح وصريح فيما يخص المياه الإقليمية اليمنية وعربت السفن الإسرائيلية داخل المياه والأمريكية وأضاف إلى ذلك البيان الرسمي الصادر من العميدة سريعة بأن الهدف عملية هذه كلها هو للعدو الإسرائيلي الذي ندخل معه في صراع في هذه المرحلة وما سواها ليس هدف القوات الإيمانية ولن نبحث عن تدويل القضية وفتح ملفات أخرى هدفنا واضح ومعلن وصريح للناس جمعا أو إقلاق السكينة العالمية كما ادعت بعض القنوات القيادة الآن واليمن تعتبر نفسها شرطي في المنطقة لإستباب الأمن والاستقراره ليس الإقلاق الأمن نعم واضح سيدي العزيز مثل هذه العملية التي ليست بالسهلة وتعد أيضا بحد ذاتها مثابة إعلان حرب فعلي هل توقعتم ردة فعل من الكيان الاحتلال الإسرائيلي وهل كنتم جاهزون لمثل قراءة تلك السيناريوهات في حال إذا حدثت أو أنها ما ما زال خلال الأيام القادمة يعني قابلة للحدوث أولا العدو الإسرائيلي صابوا بصدمة بالمشاركة في عمل الطفان وأكثر لم يتوقع لا العدو الصحيوني ولا المطبعين العرب بأن اليمن ستشارك وشككوا في أكثر من خطاب في أكثر من وسيلة التواصل الاجتماعي حتى أن العديد كان يتوقع أن كل الدول ستشارك لليمن نظرا لحالتها الصعبة ووضع الحرب الذي مرت به أمام المأساة الكبيرة التي تسبب بها الحرب السعودية على اليمن والقيادة أعتقد أنه لن تدخل في حرب لو قد لها استعداد مسبق سواء استعداد عسكري استعداد نفسي استعداد من جميع استراتيجي استخباراتي أكيد لأنه التجارب التي خضناها خلال التسع سنوات في العدوان من قبل التحالف العدوان أكسبتنا الخبرة والتوقع للأحداث المستقبلية وفضل الله وجود قيادة حكيمة مع شعب عظيم نتج عنه مواقف مشرفة تشرف الشعب اليمني والأمة الإسلامية بشكل كامل أكيد بالجهوزية كاملة لا نخوضهم في معركة إلا أنها استعداد تام تتوقعون ردة فعل معينة من الكم دائما رعونة العدوى الإسرائيلي معروفة بالإفراط في القتل صحيح سواء عبر الطيران سواء عبر الحصار نمسناها خلال تسع سنوات لأن الحصار الذي كنا فيه أساسا لم يكن متمثل في الدول التحالف العربي الدول التحالف العربية الأمارة والسعودية هي أدوات لأمريكا وإسرائيل يعني الآن بنبحث أنه ندخل في صراع مباشر مع إسرائيل وأمريكا وتجاوز ونتجاوز الأدوات تعكيد لأنه هذا فترة محددة سفري ينتهي أداء دوره وينتهي ويدخل معه نستطيع نقول أن الحرب الآن فوق الطاولة أصبحت مباشرة مع العدو الأساسي لليم يحاول العدو يعني ما يثبت أن العدو يحاول يتهرب من المواجهة المباشرة بدليل لأن الأسطولة الأمريكية الآن سحب قواتها بايدن سحب الأسطولة الأمريكية من البحر الأحمر ماذا عن تصريح أفيخاي أدرعي الناطق باسم حكومة كان الاحتلال العسكرية قال أنه حق الرد مكفول وأن إسرائيل ستدرس الرد على صنعه وربما حد وصفه معاقبتها بالشكل اللازم هذه كلها رتقات أعلامية وحرب نفسية والعدو الأسرائيلي هو يفعل قبل أن يتحدث في العاجل نحن مثل ما قال السيد رجال أفعال ليسنا رجال أقوال في الميدان هو الذي سيحكم لنا أو علينا لا يهمنا تصريحات متحدثهم ولا متحدثهم الذي سبقوه من أدواتهم الميدان هو الحكم سيد العزيز نتنياهو وسائل إعلام إسرائيلية وأيضا وسائل إعلام غربية متماشية ومتوافقة مع سياسة إسرائيل في المنطقة أكدت أن السفينة اقتيدت بشكل إرهابي أنها تعود لقوة إقليمية متعددة أنها لا تعني إسرائيل كيف قرأتم تلك الإجراءات التي ربما لم تكن ضمن حساباتكم إعلاميا بأن يعمل العدو على تزييف الحقائق وتحوير الهدف ليقلل من شأن هذه العملية المكينة الإعلامية هي معروف أنها دور كبير في تزييف حقائق عديدة سواء كانت مكينة إعلامية يعني عربية أم أجنبية للأسف أنه تستخدم الجانب الإعلامي بشكل سلبي في بعض الأحيان وهم خبراء في تزييف الحقائق مصانع هوليوود ومصانع صحيح لا ننسى ولا ننسى أننا نواجه الجبهة الإعلامية من قبل تسع سنوات ونحن نواجه التزييف والتشويه لليمن والأحداث الحاصلة في اليمن لكن الواقع الذي يحصل في الميدان يعكس وينفي كل ما يتم تدوله هل سنشهد سيادة العقيد مستقبلاً عمليات في البحر ضد سفن أخرى غير هذه السفيلة المحتجزة وهل ما زال الرصد والتتبع قائم إلى هذه الأثناء سيستمر سيستمر عمل القاضع إلى المعركة طالما استمر العدوان على أخواننا في غزة مستمر سيستمر الرصد لها وتعقبها بالأخص السفن التي لها علاقة بالكيان الصهيوني ولا أقصد أنه كل ما يمشي في البحر في المياه الإجليمية سيتم مهدد بكرة وضح الصورة لأن اليمن لا يشكل خطر عالمي على باقي الدول إلا على إسرائيل ومن يتعامل ومن يمشي في فلكها اليمن أعلنت نفسها ونصبت نفسها عدو رسمي أخذت دور المواجهة حتى عن باقي دول تحملت عب 51 دولة عربية وإسلامية في مواجهة إسرائيل لوحدها بالرغم أنه اجتمعت عليها 21 دولة لجل تفكفك أو تكسر مفاصل الشعب اليمني لكن الشعب اليمني قادة وشعبا لا على نفسه إلا أن يتحمل عب عب الأمة هذه كامل ويتصدر العدو الإسرائيلي نعم اعتبرت بعض الدول عملكم تهديد للملاحة البحرية العالمية أتحدث عن وسائل الإعلام غربية هل أنتم مستعدون لتداعيات هذا الأمر فيما بعد كسمعة لمياه إقليمية للتعامل مع اليمن مستقبلا في حال حتى انتهاء الحرب أو وقفها مع إسرائيل أو حتى بين الفلسطينيين وإسرائيليين نفسهم ذكرتنا سابقاً أن اليمن لا تشكل خطر على الملاحة العالمية بقدر ما الهدف والمسار المرسوم لها لهذه العمليات باتجاه محدد تنتهي بمجرد انتهاء هذا العدوان الحصيوني على أخواننا في غزة تنتهي هذا العمل ولا ستتأثر بما يقال في وسائل إعلام الغرب طبيعي أنه نحن نتلك أكثر من إشاعات سابقة يعني ليست جديدة علينا أنه اليمنيين يشكلون خطر اليمنيين يعملون كذا في الأول والأخير الواقع هو الذي سيبين أو سيظهر للعالم كله أجمع أن اليمن بمنأة أو لا يبحث عن استفزاز العالم سواء في الجانب الأمني سواء في أي جانب نحن نبحث على استقرار وسيادة كاملة الشعب اليمني وأي قضية تخص الأمة العربية سنتحمل على كاهل الشعب اليمني قادثا وشعبا التسطيل نعم سيادة العقيد من وسائل الإعلام الغربية إلى بعض وسائل الإعلام العربية المتواطئة والمطبعة مع إسرائيل قالت بشكل آخر هذه مسرحية وما إلى ذلك من تراهات وهرطقات إعلامية هل يستحقون بأن نرد على مثل هذا الكلام برأيك كيف مسرحية وهي عملية على الأرض وبحجم سفينة كبيرة وتهديد لملاحة إسرائيلية في المياه ليس أجد عليهم تصغير من الإنجازات الأدوات هذه بسنا ما أنشأت وما صخرت لمثل هذا تصغير وتحجيم مقدار الانتصارات لكي لا يتم التفاعل أو لا يتم التعاطي معها عالميا فلا يهمنا هذا الأفعال أو الأقوال أو المجالة التي تتم تداول بها في المنصات التواصل الاجتماعي يهمنا بالدرجة الأولى الميداني نعم أنتم تتحدثون ميدانيا الميدان هو الذي سيظهر من سابقا كانوا يقولون أن الطائرات المسيرة وأن الصواريخ الباليستية عبارة عن مكذوفات بسيطة متواضعة والآن تظهر البيانات الأساطرة عن الأمريكي وعن مقدار التمار التي تحقق بهم أو مقدار الخسار التي تلحق بهم فيدل هذا على مقدار الوجع الذي وصلوا عليه صدقت حتى تنقلوا في تكذيبهم لن تستطيع صنعاء أن تقصف أو توقف سفينة في البحر بدل أن تقصف انتقلت إلى البحر وأوقفت سفن واحتجزتها الإسرائيل يتحدث الآن يتحدثون أنها مسرحية بمعنى أنه ربما هناك إطار ممنهج في التكذيب حتى لو دخلت اليمن إسرائيل سلوبهم كما سلوب بني صحيون ما لونها ما شكلها لن يسطقوا حتى حتى ولو وصلنا إلى القدس داخل القدس رغم معرفتهم التامة هم يعاندون جهوداً إذا باب أكتروني ما لا الواقع الشعب العربي أنا بفضل الله لا يقرأ إلا معطيات الأم العربية اليوم قرأت وأثبتت لها الواقع الأحداث التي حدث الآن أثبتت للعالم أجمع أن الشعب اليمني في جاء الأفعال وليس أقوال نعم قبل الختام سيدي العزيز بما أن العمل على البحر يعد الآن مرحلة ثانية من التصعيد في عملياتكم ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي ومواجهتكم المباشرة معه هل ربما سنشهد مرحلة ثالثة من العمليات وبشكل متعاظم ومتصاعد يعني مضاعف عن المرحلة الثانية أو بشكل مغاير تماماً بحيث أنكم تفاجئون العالم بشكل آخر عند الانتقال من المرحلة إلى أخرى كده أنه سيستمر طالما واستمر العدوان لازه المجازر في حق أخوان الفلسطينيين سترتفع وتزيرة الصراح إلى ما هو أكثر من الحاصل الآن بدليل أن قاعدة التوراة قد طرح ضمن خطابه سابق بالسماح في مخاطبة المحيطة جغرافياً في فلسطين السماح بالدخول البري واستعداده بإفاد مئة الآلاف من اليمانيين للجهات في فلسطين والخطوة ليست ببعيدة ونتمنى أن حتى أغلب الشعب الإيماني متعطش إلى أن يصل إلى المواجهة المباشرة مع العدوى الصحيوني بمعنى أن المرحلة القادمة ستعتمد على الأحداث الأحداث كلما خفت وثيرة العدوان على أخواننا أو توقف بمعنى صح ستخفون وثيرة عمليات كلما ارتفع معيار جرائم حفظت الشعب الفلسطيني جيش واللجان الجيش والقوات المسلحة بالإيمن سترفع وثيرة العمل العسكري واستخدام سلحة نوعية جديدة وتكتيكات دارية جديدة سواء كانت برية بحرية جوية وبالمثل كلما خف ستخفون نعم سيدي العزيز أنا فرغت من أسئلتي وانتهيت من طرح الأسئلة أترك الآن الرسالة الأخيرة التي ربما تود أن توجهها من خلال شاشتنا شاشة قناة الأيام للسادة المشاهدين ولكل من يتابعك في الوطن العرب رسالتنا في الأول والأخير أننا اعتمدنا القلي هو بالله وعلى الله وطالما والشعب اليمني والشعب العربي شعب مستضعف في مواجهة الغطرزة والعربدة الصجونية الأمريكية في المنطقة سيظل ارتباطنا بالله وبالقيادة في مواجهة كل كل الأكاذيب والجرائم التي تدار بحق الشعب اليمني وما تطلقه أمريكا وأعوانها بأن اليمن يرعى الإرهاب وكما نعلم أن الإرهاب والصلاح أمريكي غربي تم تسلطه أمريكا كسلاح للدول التي لا تريد أن تقوم لها جائمة في المنطقة أو تعارضها في المنطقة فيما يخص مصالحها العقيد وليد محمد اليوسف رئيس شعبة الرقبة والتفتيش بدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع سابقا ومدير المتاحف الحربية في اليمن كنت ضيفا عزيزا معي وسعت جدا بالحديث والنقاش معك وصلنا معك إلى ختام هذا اللقاء هذه الحلقة شكرا جزيلا شكرا لكم واتمنى لكم وقناتكم إن شاء الله المزيد من الإزدار في ظهر المظلومية في قناة المقاومات بإذن الله شكرا جزيلا أيضا الشكر موصول لكم سادتنا المشاهدين على طيب وكرم وحسن الإصغاء والمتابعة وإلى أن ألقاكم في حلقات قادمة من اليمن تقبلوا مني أنا عبدالولي البخيتي خالص التحايا نتم في أمان الله اشتركوا في القناة